اشتركوا في القناة تم الاعلان عن مشروع معقد وفريد من نوعه يمثل السابق في القرى الافريقية لتزويد المواطنين بالماء عبر سد دريسا الاول في اقليم تونتا يهدف هذا المشروع الى تحسين امدادات المياه مستفيدا من بنية السد القائمة التي صممت في الاصل لانتاج الكهرباء وبفضل التقنية المتطورة المستخدمة سيوفر المشروع كمية هائلة من المياه تصل الى الفي لتر في ثانية مما سيشكل نقطة تحول في مجال الموارد المائية وتم تنفيذ هذا المشروع عبر احداث ثقب داخل هيكل السد حيث تم تركيب انبوب معدنية بقطر 1200 مليمتر يرتبط بهيكل معدنية يدعم ثلاث مستويات من المآخذ في الخزانة ويتطلب هذا النوع من العمليات دقة متناهية في التخطيط والتنفيذ اذ تم اجراء دراسات معمقة وتنسيق دقيقة بين مختلف الفرق بما في ذلك غواصين محترفين لضمان تنفيذ هذه الاعمال تحت الماء بشكل امن وفعال كما تم الالتزام الصار بمعايير السلامة الدولية مما حال دون توقف تشغيل السد وحافظ على متانته وسلامتها ويمثل هذا الانجاز دليلا قاطعا على خبرة ومهنية الفرق المشاركة في المشروع فقد تم تركيب مآخذ للمياه على ثلاث مستوياته مما يسهم في تلبية احتياجات المياه بشكل دائم ويحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة تفاس مكنسة ومن خلال هذا المشروع المبتكر سيتم تحقيق ادارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية مما يعكس قدرة المنطقة على التكيب بشكل افضل مع التغيرات المناخية التي يوجهها العالمة ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الحياة في المنطقة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في ظل الظروف المناخية المتغيرة فما سيكون له تأثير جابيع المجتمعات المحلية حيث سيمكنها من الوصول لمصادر مياه نقية مما يعزز من مستوى التنمية المستدامة ويشكل ركيزة اساسية للتقدم في مختلف المجالات نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء